كثير بسام راضي النهاردة اعلن ايضا ان الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واتكلم الرئيس على تلبيت احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك خلال وضع خطة بتتضمن اجراءات حالية وطويلة الامد بهدف تطوير منظومة تداول للمنتجات البترولية وكذا التوسع في مشروعات البنية الاسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية اشار وزير البترول طرق الملة كذلك الى ان انجازات قطاع البترول شاملت تحقيق الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي في مصر حيث مثل الغاز الطبيعي اعلى معدل نمو واكبر نسبة مساهمة قطاعية في نمو الناتج المحلي خلال 18-19 لا سيما من خلال الاسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عليها نوه وزير البترول طارق الملة الى قيام الوزارة بتطوير صناعة البتروميات ذات القيمة المضافة الكبيرة النهاردة الرئيس التقى يعني ملفين ملف الكهربا وملف البترول ملف الكهربا والطاقة النوية كان محمد شاكر ملف البترول والغاز مع طارق الملة اللي اتنين مرتبطين ببعض اللي هو الطاقة واقول لكم انه العالم العالم كله والحروب اللي موجودة في العالم والصراعات اللي موجودة في العالم العنوان الرئيسي لأسباب الحروب والنزاعات هو الطاقة من لم ينتبه الى ان الطاقة امن قومي وهي الصراع الاستراتيجي التاريخي الحتمي من كل القوة سواء امريكا روسيا الصين اوروبا غيره الطاقة كل الحروب التي قامت من اجل الطاقة وخوفا من نضوب الطاقة احنا كنا منتبهين الدولة كانت منتبهة من اليوم الاول لذلك الكهربا كانت بتقطع مش لقين محطات البنزين كان الطوابير امام محطات البنزين والكهربا بتقطع والمصانع واقفة فاكرين هذه الصورة الكئيبة فاكرين هذه الصورة المظلمة احنا لما اجي النهاردة اقول عندي خبرين الرئيس الطاقة الرئيس الجمهورية اليوم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محمد شاكر وزير الكهربا والطاقة ونقشوا موضوع محطة ضبع النووية وتخزيط العاصمة الادارية بالكهربا من خلال مشروع الانفاق فائق الجودة فائق الجهد ده خبر ما اقوله خلاص الخبر التاني بسورة عدلسة ندخل نقولي إلحق الرئيس النهاردة قاعد مع وزير البترول طارق الملة وتكلم عن الاكتفاء الزاتي من الغاز والمشروعات البترول والقيمة المضافة وإلخ إلخ إلخ خبرين وخلصت تابعوا بعدين هو ايه الموضوع اصلا هو احنا بنتكلم اي كلام لا لا انا بس بفكر الناس ان الموضوع مش موضوع ان الرئيس يقابل محمد شاكر وطارق الملة خالص الموضوع من اول الرئيس ما تولى كان فيه تقدرات موقف قبل الرئيس ما تولى المسؤولين كنا شايفين الطوابير كنا شايفين الازمة الطحنة انتو كلكم شايفين كل الناس اهلين اللي بيتمعونا وبيشوفونا كان كل واحد في بيته وفاكر لما القرابة كانت بتقطع بالساعات وبالأيام كل الناس فاكروا هزا الكلام وانا ببقالفش كل الناس اللي عندها سيارات او غيرة او بيعد كان بيشوف محطات البنزين انه يقول لك مفيش بنزين فاكرين هزا الكلام فاكرين وياريت تجيبولي صورة كان هذا التوقيت مصر خلاص مظلمة طب ايه اللي حصل بسرعة خطة عاجلة خطة قصيرة الاجل خطة متوسطة الاجل خطة طويلة الاجل تكلم على كيف تصل مصر الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة الطاقة اللي هي ايه اي وسيلة بتخلي في الاخر يبقى فيه عند طاقة سواء نور او كذا عند الكهرباء عند الغاز عند الطاقة النوية عند الطاقة المتجددة عند طاقة الرياح مصدر الطاقة المعروفة احنا بنستورد احنا بننتج نص احتياجاتنا من البترول الباقي بنستورده من برا عشان الناس بعارفة يعني لو انا عندي شهد ارقام بكرة اقولهم ارقامنا في استراد واستهلاك ونفقات وتكلفة الطاقة سواء الطاقة بتمنها ولا الدعم رقم مهول جدا الخلاصة ان الدولة وضعت خطة للسيطرة على عجز مصادر الطاقة اللي كانت بتتسبب فيه انه البلاد كلها ظلمة والمصانع كلها وقفة ومحطات البنزين كلها طوابير وصلنا الحمد لله من خلال اقامة محطات طاقة كهربائية جديدة فاكرين مشروع سيمن سوغيره وتجديد المحطات القديمة ده بالنسبة لقطاع الكهرباء وصلنا الى الاكتفاء الزاتي في الكهرباء وبنصدر وهنصدر بالنسبة للغاز والبترول كانت الدنيا وقع عندنا محطات بنستورد غاز من برا توقفنا عن الاستراد بعد اكتشافات الغاز بعد تنمية الحقول القائمة بعد اعادة منظومة الادارة الجيدة لقطاع الغاز والبترول حصل الاكتفاء الزاتي من الغاز ومن ثم اصبحت مصر الان على ابواب تصدير كمياتنا الغاز الى الدول المستهلكة خاصة اوروبا خاصة فرنسا واصبح في مصر منتدى شرق المتوسط للغاز